توتي دي جيش الوضع فيها طبعا مختلفة الناس الموجودين في توتي هم محاصرين تماما المزال بتاعة المسرحية اللي دا عملت دي الحمد لله انه الشعب السودان دا شعب فطن جدا يعني والناس بيقت الحاجات دي ما قعد تمر عليهم يعني بيقول الناس دي الفهمين نفس المسرحية دي حتشوفها بكرة برضو في حياة القادسية برضو نفس في شرق النيل يعني نفس الموضوع برضو مستمر يعني الناس القاعدين يجي عشان يأمنوا بيوتهم وجوزه كبير من الناس الرجعت للمناطق البادية شوية افضل يعني بدأ يسيطر الجيش ويفرد سيطرته عليها ناس كتار رجعوا من مناطق مختلفة ومن الولايات لكن مش هناك عشان يأمنوا بيوتهم برضو يعملوا يعملوا لحام للأبواب وكذا فدوريات مستمرة شايف من الجماعة بتاعة الماليشيات يعني كلا موليك وين شهادتك بتاعة البحث وين دي حتبارينهم هم معنى قلت الموضوع ده مرتبط برضو بالحطة بتاعة التويهي ما النازل زي ما قلنا في التسجيلات الفاتت يعني ما زال بتاعة البلاو البضعات واضي برضو واحدة من المشاكل يعني فالمفيد في الموضوع انه توتي مشكلة كبيرة حاصلة الناس برضو اه قاعد تعاني في في توتي يعني فدي اه واحدة من المشاكل هم كونه طبعا الحركة اللي عملت دي ردا على انه اه توتي مخنوقة وكذا فالمزال دي طبعا معروفة ووضع منتهي يعني حتى بتاعة التصاريح اللي قاعد تدعو للناس بالقلوش دي اه موجودة والإيصالات اه رغم اه الرغم ذاته وال والمشكلة انكم انتو القلوش الكاد بنا في اله في الهيصال ذاتة باينة يعني والإيصال الناس كلهم شافوه يعني اذا عرض للناس كلهم فذا كلام فارق اله الناس تمشي الشوف المزال بتاعة التالة بتاعة التوتي دي لان هذه واحدة من الاشكاليات توتي ذاته موقع ذاته اه مختلف يعني هي عندها خصوصية لانه موقع التوتي وقريب ذاته للمواقع الاستراتيجية يعني هو منه طبعا ممكن يقبل الحتة بتاعة التأثير واضحة لباقي المواقع الاستراتيجية بحكم موقع يعني فهي محتاجين انه الناس اه يعملوا فيها شغل يعني بصورة واضحة اضافة لانه اه الموقف الميداني برضك عندك اه قبل ما ندخل على التفاصيل عندك المزال بتاعة المدخل بتاعة الحلفائي في منطقة الكيلو مدفع اه هاوزر مية وعشرين ده برضو بيسبب واحدة من المشاكل الكبيرة قاعد يضربوا منه المناطق برضو بتاعتهم درمان والجميع المناطق المتاخمة لهم درمان القديمة فالمدفع ده موجود بعد محطة الكيلو بعد محطة الكيلو العمارة التالتة اه في محطة الكيلو بعد الاشارة بتاعة الستوب يعني فالمدفع ده موجود هناك مداو بعيد طبعا مدفع الهاوزر معروف يعني فالمدفع ده برضو موجود هناك وقاعد يسبب برضو مشاكل اه كبيرة جدا يعني نمشي برضو في الموقف الميداني طبعا مبارح كان يوم اه مختلف بالنسبة لهم برضو والخرطوم جنوب كانت فيها اه ضرب زي ما قلنا شديد جدا طبعا العدد بتاع القتلى في المنطقة دي بالنسبة الجنجويد كبير جدا هما قاموا عمل شني يعني هما طوالي بعد ذاكرة قلتها بعد ما نازل هما استهدفوهم ويدعصروا في المناطق اللي هما موجودين فيها فطوالي بحاولوا يتنفسوه فطوالي قاموا اه ضربوا المزالة بتاعة التجمع بتاع المواطنين الفي السوق اللي هو في منطقة مايو وجم مستشفى البشاير والمناطق دي ما هي الاسواق دي المشببلا التامين والمشكلات التامين برضو مغابل مغابل جروش طبعا هما برضو الحياة دي بيعملوها يعني الاسواق بتاعة اللي بتكلموا عنا بتاعة الدقل الموجودة في مايو في الحاج يوسف وفي كرتون في كسلة كرتون كسلة وفي المناطق دي هما طبعا برضو بيأمينوها هم يعني لانه هما برضو مغابل المزالة دي برضو بيأخذوا مغابل جروش يعني فمارح لما ازنقوا فكان لابد من من انه يعملوا الحركة دي باحتبار انها بيحاولوا بقدر الامكان في اي قصف بالطيران او استهداف للبسيرات فهم بيحاولوا يوسعوا الدائرة وطبعا الكلام ده ما اندو قيمة تاني لانه انت اصلا خلاص يعني ما هو انت اصلا يعني العالم كله عرفك وفرضت عليك العقوبات وناسك بيقوا مشردين حايمين في العالم يعني فانت قصتينك انت الحاجة اللي بتعمل فيها دي غير انك انت بتكسب مزيد من سخط المواطن يعني ما عندك حاجة عشان عشان تقدمها يعني لانه المزالة دي في النهاية بيقى معروفة يعني انت القصة بتاعت استهدافك للمواطنين دي معروفة لانه اصلا الموقف الدولي بالنسبة لك بيقبوا وضعوا زي زفت ناسك هناك امورهم جاهدة يعني تشاد ترفض وجود الميليشيات ده 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 يعني في اراضيع يعني وايغاندا تمنى عبدالرحيم دقلو من دخول اريتريا جنوب السودان سمسارك جنوبية اشترط خمسين مليون دولار لضمان دخول عبدالرحيم دقلو وسالفاكير يرفض مقابلة وفد من من الميليشيات طبعا يعني انت محل ما تقبل رفت العالم الان بيجيت انت فيه نكرة غطر برضو ترفض من حل التاشير لعدد من الناس الوفدة اللي كان ماشي في غطر برضو عشان يعمل مقابلة برضو طبعا المناطق يعني اللي بيمشي فيها السيدة الغاية للعام هم برضو بيجوا بهوارة يعني فهي لانه اصلا دي السياسة بتاعت التخبط يعني على اساس انه في النهاية يقوم بزيارات يعني لنفس المناطق المشافية الغاية العام للجيش يعني سيدة البرهان فهم بوراء وطوالب يقوم يمشوا نفس يقدموا نفس الطلب فيهنهم يمشوا نفس الدول فهو دي العقلية كده يعني دي العقلية ما هي مليشيات في النهاية يعني التفكير زي ما قلنا ده زي تفكيره ما اللي اتكلمت عنه قبل كده في المدرعات طمعا بمناسبة المدرعات دي يعني المبارح هدوء تام في المدرعات ما عارف مبارح شكلهم كانوا مزنوجين ما انا قلت قبل كده دي المناطق اللي هم قاعدوا يتحركوا منها اللي المناطق بتاعت جنوب الحزام والحتات بتاعت الكلاكلات والمناطق دي دي المناطق الفعال معسكرات طبعا اتكلمنا عنها في التسجيلات الفاتح فمبارح المدرعات اعالت الترتيب بتاعت الصفوف من جديد وكان اه يوم اه اخدوا فيه الابطال في المدرعات اه مساحة للتحرك شوية كده بتاعت الناس انزعجوا مبارح من اه شوية ناس كده اتسربوا من المليشيات وانا قلت ده الشغل اللي هيكونه في الفترة الجاية اللي هو المازال بتاعت اضرب وهرب دي يعني فانسربوا شوية كده لمنطقة بتاعت جبرة ومنطقة اليحية وحاولوا انه يسرقوا برضو عربات وبعض المواطنين من هناك ويرهبوهم يعني يشيلوا بعد المغتنيات الخاصة لكن الحاجة دي ذاتة ما استمرت كثير لانه في النهاية زي ما قلت ابارح الابطال في المدرعات هما توسعوا هما الان قاعدين يتوسعوا في في الحتة بتاعت الارتكازات يعني المنطقة زي ما قلت اه في التسجيل بتاعة مبارح انه المواطنين الموجودين في الحتة دي اه يبدو اه ينسحبوا منا يطلعوا منها لانه الجيش بدأ يتوسع يعني الصحافات جبرة الدوحة اه منطقة اللامة بل عزوزاب مبارح طبعا الكلام كان واضح والناس شعروا فيها ب باستغرار يعني عزوزاب الان الجيش مرتكز منطقة الشجرة زخيرة مناطق الحوالين المدرعات دي كلها الجيش الان منتشر فيها يعني حتى على مستوى البنايات الناس شافوا في في الفيديوهات الانبارح عدد من الجناصين موجودين اضافة لانه البداية الحركة البدت في المتحركات البدت تدخل قلنا في التسجيلات الفاتت بانه في كل مرة قاعدين نقول المزاى الذي جربت الجروب ده مرتبط بال بالظرفة الميداني الشايفين الناس هي نزالة بتاعت استدراج للبلشيات بسحبها من المناطق السكنية طبعا هم الموجودين دي اللي بيقوا بعد داك عددهم ما كبير يعني لانه اسا منطقة العزوزاب لو لاحظ الناس فيها البيوت مفتحة البيوت مفتحة لكن ما ما في حركة في الشوارع حتى ما زالت الانهم ساكنين في الحتات ديك ما ما موجودة هم طبعا بتلقاهم دايما في المناطق البعيدة شوية يعني زمان هم حاولوا انهم سكنوا في المنطقة بتاعت الصحافات الحتات بتاعت الشجرة عزوزاب مناطق المحيطة بالمدرعات لكن السابقة البزالة بقوا يطلعوا تلقائيا تدريجيا براون يعني من المناطق دي لانها بيقى تمزعجة يعني مزالة بتاعت الصحافة ما امن يعني فهما الان انسحابات كبيرة هو خلي البيوت يعني والانسحابات بيقى على مستوى الارتكازات يعني فهما الان زي ما تكلمنا في في شرق النيل وطبعا بدي فيها بصورة واضحة يعني مبارح الناس اللي في جريف شريك برضو ممكن يكون لاحظوا برضو المزالة بتاعت الانسحابات والحدة بتاعت الانسحاب دي ذاته يا جيش ما في داعي في انه الملازات الامنة والمسالات الامنة اللي قاعد يفتح الجيش دي باعتبار انه الناس دي اللي قاعدين يطلعوا بكمية كبيرة يعني اضافة لانه في مشكلة تانية برضو متعلقة بالتطبيق بتاع البلاغ ده ناس كتيرين بيرسلوا لينا عدد من الرسائل يعني الناس جايه اتواصلوا معاكم ويرسلوا لكم في التطبيق التطبيق ده لو ما شغال اخوان اكفلو يعني عشان ما الناس يتواصل معاكم وتوصل المعلومات وفي النهاية برضو ما في استجابات ولا كان في رعيف التطبيق ده برضو واضحول الناس يعني عشان الناس اللي قم في الصورة يعني لانه برضو التطبيق ده برضو حول كلام يعني superintendent في النهاية تابع لجهات ما تابع للجيش المعلومات دي ما قعد تمشي للجيش قعد تمشي لجهات تاني التطبيق ده مضروب فبلغوا الناس يعني ورغوا الناس التطبيق ده شغالوا ولا ما شغال يعني عشان الناس ما ترسل معلومات وفي النهاية يقبل فيها اشكاليات يعني التجبه ما عندها معنا ناس كتار برضو اه بتكلموا واحد من البشريات الجميلة جدا انه الحتة بتاعة عدد كبير من العربات بتاعة الناس المسروقة اه دي برضو تم تحريزة يعني موجودة في حوش يعني موجودة في حوش في اه شارع في بحري في شارع الانغاز ورى السكة حديد بغادي برضو تم مبارح فيه شغل كبير جدا والحوش ده تقبر اكتر من تلتمائة وخمسين عربية ان شاء الله عربيتك بتلقى وسط الحاجات دي يعني كل زول عربيته مفقودة فواحدة من البشريات يعني الحوش ده هم شكلهم كانوا عاملينه اه زي مستودع البيوت اله